ادعاءات لا اسباب ادعاءات لا اسباب هكذا وصف وزير الخارجية التركية الاساسات التي استندت اليها ثلاث دول خليجية ومصر في حصارها المستمر منذ حزيران الماضي على دولة قطر المسؤول التركي اكد ان انقرى مستمرة في دعم المبادرة الكويتية لرأب الصدع بين الاشقاء الخليجين اما قطر فتبدو متمسكة بموقفها المفتح على حوار مع اعتباع استراتيجية داخلية وخارجية تفترض انه قد يدوم طويلا فهل سيعقد غياب اي اسباب منطقية وملموسة في هذه الازمة فرص الوصول الى حل لها نفتح نقاش بعد التقرير اكثر من مئتي يوم هو عمر الازمة الخليجية التي لا تنقصها الاوصاف والمجازات فها هو وزير الخارجية التركي يجدد التأكيد ان الازمة لا تستند الى اسباب منطقية بل الى ادعاءات تنقصها الادلة كلام صريح من مئسر الدبلوماسية التركية الذي اكد تمسك بلاده بدعم جهود رأب الصدع على ضفاف الخليج المساعي لفك الحصار عن دولة قطر لم تتوقف فقد ناشدت مؤخرا عشرة الشخصيات السياسية والاكاديمية الكويتية قادة الخليج العربي الى حل الازمة ورأب الصدع بين الاشقاء عبر تفعيل مبادرة الوساطة التي يرعاها امير دولة الكويت اما مآرب الحصار فلم تتحقق لا داخليا ولا خارجيا فالحصار كان ضرة نافعة للدوحة التي سارعت الى يعادة ترتيب اوراقها وفتح افاق اقتصادية جديدة ولعل لسان حال صناع القرار في قطر يقول نأمل في انتهاء الازمة غدا لكننا نعمل كما لو كانت ستستمر الى الابد ازمة حاولت دول الحصار خلالها بطرق شملت التلفيق والتزوير والقرصنة جمع حلفاء ضد قطر فخاب المسعى الى حد بعيد في المقابل وجدت قطر كثيرين في خندقها من من فضل قوة المنطق في المواجهة على منطق القوة فالعلاقات بين الدول لها قواعد وشروط ومن يغلق الابواب في وجه جيرانه عليه ايضا ان يدرك انه يغلقها على نفسه معنا من اسطنبول الدكتور رجنغيس طمار استاذ في مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة مرمرة كما ينضم معنا من الدوحة السيد صالح غريب الاعلامي القطري اهلا بكم معي في هذه الحلقة والبداية معك سيد جنغيس طمار اذا كانت الازمة الخارجية بلا سبب كما ذكر وزير الخارجية التركي وقامت هذه الازمة على ادعاءات دون دلائل فهل يعني غياب الاسباب ممكن ان يسهل الوصول الى حل في هذه الازمة ام ان غياب الاسباب يجعلها معقدة اكثر واكثر طبعا هناك اسباب ولكن اسباب يعني نستطيع ان نقول اصناعية يعني مثل معزرات لانه بالنسبة لمسألة القطر هناك جبهة جديدة في الخليج وبشكل اهم في الشرق الاوسط هذه الاسباب الموجودة ليست لها علاقة بالسبب الحقيقي لانه بالنسبة للسبب الحقيقي في مشكلة الخليج الان الجبهة بين المملكة العربية السعودية والعمارات وامريكا واسرائيل ومصر ضد في الجبهة روسيا ايران تركيا ونوعا ما قطر هذه كل الاسباب الموجودة على الطاولة الاسباب الاصطناعية يعني ليست مهمة كثيرا ولكن السبب الاهم وسبب الحقيقي هو الجبهتين الجديدتين في المنطقة بين هذه الدول التي عددتو طيب يعني نرحب بما ينضم معنا الآن أيضا سيد مبارك عبدالهادي الباحث السياسي ينضم معنا من الكويت ولكن قبل تتوجه بالسؤال لك سيد مبارك دعني فقط أخذ إجابة أيضا من السيد صالح غريب من الدوحة ذهبت قطر كما هو معروف في الرغبة القوية بحل الأزمة الخليجية ولكن الواقع والمعطيات على الأرض دائما ما يلحظ أن الحسابات القطرية الاستراتيجية والسياسية وأيضا الاقتصادية تسير وكأن الأزمة ستطول إلى الأبد ما دلالة هذا؟ نعم هو لا شك أنه يعني ظلت قطر منذ اليوم الأول لنشوء هذه الأزمة في 5 يونيو يعني داعية للحوار داعية لحل هذه الأزمة بالتحاور والجلوس على طاولة واحدة مستمدة من ذلك وساطة أمير دولة الكويت يعني منذ بدايتها ولكن في المضمون الداخلي نعم هناك يعني الآن سعي منذ أيضا اليوم الأول لنشوء هذه الأزمة بالشكل الذي نشأت فيه سواء كم في إغلاق الحدود إغلاق المجال الجوي إغلاق الموانا وغيرها من الإجراءات التي قامت فيها هذه الدول بطرد أيضا مواطني دولة قطر من هذه الدول ومنع التزاور وقطع صلاة الرحم كلها أمور تدعي أو تؤكد على أن هذه الأزمة نشأت على أن تستمر طويلة ومن هنا وأنا أختلف مع الدكتور في تركيا عندما قال أن هناك جبهة تقوم فيها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه إيران وقضية يعني هي الآن السؤال الحقيقي لماذا نشأت هذه الأزمة مع قطر لماذا لم تنشأ مثلا هذه الدول وتقاوم بجبهة مع إيران إذا كان هناك السبب الرئيسي لنشوء هذه الأزمة بشكل مباشر لماذا قطر لماذا اتخذت قطر كجسر لمحاربة إيران يعني الجبير في لقاء مع المؤتمر الصحفي قال أن هذه الأزمة وضعت لكي تستمر طويلا وبالتالي لم تقدم هذه الدول الآن أكثر من 200 يوم ولم تقدم هذه الدول مستندا واحدا يدين قطر غير تهمة الإرهاب وما تتهم الاتهام في قطر إلى الآن لم تقدم مستندا واحدا يدين قطر وبالتالي هم رافضون للاجتماع على طاولة واحدة كما حدث في القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت طيب سيد مبارك الأزمة تجاوزت نصف العام يعني ستة أشهر لم تنجح المبادرات في الوصول إلى حل سيما المبادرة الكويتية ويعني لا تزال هذه المبادرة تراوح مكانها الآن هل لا تزال الكويت تملك أوراق ضمن هذه المبادرة لإحيائها فعلا والوصول إلى حل لهذه الأزمة أنا أعتقد أن الكويت دائما دورها رياضي في لم الشمل الخليجي ووحدة الصب الخليجي وكالعادة حكيم الأمة سمو أمير البلاد حفظ الله دائما سباق في أي مصالحات للحفاظ على وحدة الدول الخليجي نحن إن شاء الله تمنى دخول عامي ديت 2018 إن شاء الله تصاف فيه كل الأنفس وإن شاء الله لا أسميها أزمة إن شاء الله نقول سحابة صيف ورح تنتهي نحن الكثير من الأمور عملتها الكويت ودخلت في عملية الوساطة لكن هناك في بعض الأمور يمكن المخفية علينا نحن أو اللي ما نقدر نتطرق لها حتكون إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة سحابة ورح تنتهي إن شاء الله ولكن الواقع لا يقول هذا سيد مبارك الواقع حتى كلام سيد صالح غريب قبل قليل يتحدث عن أن قطر حتى دولة قطر تتعامل مع الأزمة استراتيجياً اقتصادياً سياسياً وكان أزمة أبدية أزمة طويلة فبالتالي ليست سحابة صيف كما تقول لا أعتقد أنها أزمة طويلة كما تقول أنا أعتبرها سحابة مصر أني أعتبرها سحابة صيف وستنتهي هناك الحكماء وقادة دول خليد جميعاً حكماء هناك تحرك كويتي مقبل إن شاء الله ستصافة فيه الأنفس وكل ملفات العالقة سيتم علاجها القضية بقدر أنها تحتاج إلى لملمة الصف الخليجي لكنها بنفس الوقت تحتاج عدم تدخل أي أطراف داخل البيت الخليجي لعلاجها هناك من يضع العصى في الدواليب أو يجسم في العسل لاستمرار الأزمة وهؤلاء يجب أن يبعدوا عن الأزمة الخليجية لعلاجها وهذه نقطة البحث سيد مبارك حتى أمير الكويت قبل ذلك صرح بأن عملية إطالة الأزمة سيكون فيها خطورة على مجلس التعاون الخليجي وعلى وحدة الخليج إذن هي ليست كما تقول ولكن سأعود معك بشكل أكثر تفصيلي فيما يمكن للكويت أن تفعله في هذه المبادرة الكويتية سيد جنغيز ماذا يستدل من خلال تصريح وزير الخارجية تركيا أيضا بأن الأزمة ليس لها سبب نريد أن نعرف هل الأزمة بسيطة بحيث أنه لا يوجد لها أسباب أم الأزمة معقدة حتى لا أسباب ولا طرق للوصول إلى حالك لا أظن كذلك هناك أسباب الاصطناعية وهناك أسباب حقيقية أنا لا أظن هذه الأزمة بسيطة جدا لأن دولة قطر تحاول أن تكون مستقلة في سياستها الخارجية خاصة بالنسبة للقضية السورية والعلاقات بين إيران والقطر وأيضا علاقات بين تركيا والخليج يعني الدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية وإمارات تريد أن تبقى القطر في أطار المجلس تعاون الخليجي لأنه هناك الرئيس الكبير المملكة العربية السعودية وأيضا العمارات لها دور كبير هذه هي مشكلة طالما القطر تلعب اللعبة مستقلة خاصة في سياستها الخارجية في الخليج هذه الأزمة ستدوم يعني ستستمر ممكن ستكون معقد جدا لأن المشاكل في المنطقة الشرق الأوسط عموما تؤثر إلى العلاقات بين الدول الخليج والقطر لأنه مشكلة كبيرة هناك بالنسبة للدول الخليج ومشكلة إيران وأيضا المشاكل كما يسمون الريبيو العربي أو الإخوان المسلمين بنسبة لهذه النقطة القطر يعني مختلفة نوعا ما من دول الخليج الأخرى هذه هي المشكلة المهمة جدا ويعني ستستمر أظنه طيب سيد صالح لديك ملاحظة على من قال سأدعوك تعلق ولكن أشرت إلى نقطة تعاطي دول الحصار نعم إذا أشرت إلى نقطة تعاطي دول الحصار مع الأزمة وأن المزاج السياسي لدى دول الحصار يسعى إلى عدم قبول حل أو عدم قبول وساطة حتى هذا ما فهمتم من خلال كلامك ولكن صحيح كيف يفسر هذا المزاج هل الهدف هو إطالة الأزمة أم هناك مآرب أخرى أولا إطالة أزمة الأزمة يعني كل يعني أنت لعلك تتابع الآن مثلا بطولة كأس الخليج لعلك تتابع بطولة الشطرانجة التي تقام الآن في المملكة العربية السعودية وكيف تتعامل هذه الدول مع قطر على سبيل المثال وكيف روج في الكويت يعني قضية تجنيس اللاعبين والمنتخب وما شبه ذلك لذلك يا أستاذ مبارك هي ليست صحابة الصيف صحابة الصيف إذا جاءها الكوس تتحرك وتنقشع هذه الصحابة لكن ما تم فعله من دول الحصار الأربع لقطر يؤكد على سعيهم المستمر في قضية استمرار هذه الأزمة لعلك سمعت أيضا أمير دولة الكويت عندما قال أن هناك تدخل عسكري كانت تخطط لهذه الدول بالتالي ما ذكره أيضا قضية الأستاذ من إسطنبول سيد جنكير في أزمة قطر سياسة دول مجلس التعاون ليست سياسة واحدة أنا لي رأي وأنت لك رأيي نختلف في وجهة نظر لكلنا في منظومة خليجية واحدة عندما نجتمع في قمة خليجية نتفق على البيان الختامي بشكل كامل لكن أنا لي رؤية تختلف الآن الإمارات والسعودية تجتمع مع حزب الأصلاح وهو حزب إخواني كما تتهم قطر أن هي تساند الإخوان المسلمين ماذا نستنتج من اجتماع ولي عهد السعودية مع ولي عهد الإمارات مع حزب الإصلاح كيف نفهم هذه السياسة الكيدية مع قطر فيما يتعلق بالإخوان فيما يتعلق بإيران العلاقات الدول الخليج خصوصا الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتهم متميزة أكثر من قطر لكن الآن أنا مغلق علي الحدود كاملة إذا وجدت لي منفذ من خلال إيران وتركيا لماذا لا أشكل علاقة مع هذه الدول لكن لا زالت قطر تسعى في كل الخطابات التي ذكرها أمير قطر سواء كان سمو الأمير أو وزير الخارجية كلها تؤكد على الحفاظ على منظومة مجلس التعاون من الهيار لكن الأشقاء في الدول الخارجية الأخرى يسعون إلى تفتيت مجلس التعاون والسعي إلى أمور أخرى في أقل من دقيقة أريد فقط أخذ إجابة تطويل الأزمة من أجل ماذا؟ هل هناك مآرب أخرى؟ لماذا الهدف أن تطال هذه الأزمة؟ طبعا مآرب أخرى عندما ذكروا تركيع قطر والسيطرة على قطر وعلى موارد قطر وسحب كأس العالم من قطر لأنه لا يريدون لدولة مثل قطر حجمها كما يطلقون هما أنه حارة من حارات الرياض أن تكون بهذا الشكل بهذا المستوى المالي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي والرياضي وهم لا وجود لهم على الخارطة حتى أنه الكابتشينو قالوا أنه هم المخترعين وشعر أحد السيارات أنه هم المخترعين يعني يا رجل مسألة تحتاج إلى فهم أكثر ووعي أكثر ليطالت أمد الأزمة مع قطر طيب سيد مبارك بيان حمل توقيع 53 شخصية بولماسية وأكاديمية وسياسية وأعلامية وبينهم رجال أعمال في الكويت يعني هذا البيان يرفض هذه الأزمة أو إطالة هذه الأزمة ويقول أن إطالة هذه الأزمة يهدد مجلس التعاون الخليجي فعلا يعني هذه الشخصيات شعرت فعلا بهذا التهديد هل يعول على هذه الشخصيات؟ أولا هذه تأتي ضمن تحرك الكويتي كما قلت لك للملمة وحدة الصف الخليجي أنا أقب على كلام الأستاذ على قضية سحابة صيف تنتهي إحنا إذا كنا راهن على استمرار هذه الأزمة وإذا كنا نتحرك في كل اتجاه أن هذه الأزمة سيطال مداها أو أن هذه الأزمة سيتم أرقلة كل الأمور أمامها فإحنا الشعب الخليجي نقف مكتوفي للأيدي ونضع القضية على الطاولة وننسحب ولكن هذا ليس هو الحل إحنا دائما في مرحلة تفاعل مستمرة تحرك سمو أمير البلاد حفظها الله الشيخ صباح الأحمد في هالأمر واضح وصريح أمام الجميع الكويت أعلنت منذ اليوم الأول تحركها عملية أن التواقع التي حملت هالأمر من قبل شخصيات معينة في الكويت وهو يأتي في ضمن هذا الإطار لا أحد يرضى على استمرار الخلاف الخليجي الخليجي لأننا جميعا تحت مظلة واحدة خاصة في ظل تفاقم الأوضاع التي تشهدها المنطقة وهي أوضاع خطيرة نحتاج اليوم إلى أن نكون جميعا تحت راية واحدة نعم هذا ما يفترض ولكن الآن لدينا واقع سيد القمة الأخير تأكيد لكن لدينا واقع الآن هذا ما يفترض أن يحصل ومن المفروض ولكن الأمور ربما المعطيات الآن تختل نعم لديك تفاول أنت إذن دعني فقط أخذ من سيد أيضا سيد جنغيز طومار تساول حول زيادة رئيس الوزارات تركي غدا إلى السعودية رئيس الوزارات تركي غدا في السعودية سيد طومار ماذا ينتظر من هذه الزيارة؟ وهل الأزمة الخليجية على أجندتها؟ أظن كذلك لأن تركيا من البداية تريد أن تكون العلاقات جيدة مع دول الخليج خاصة مع المملكة العربية السعودية كما تعرفون في البداية في القضية السورية كنا معا في نفس اللعبة وأيضا مع الإمارات ولكن كما تعرفون هناك بعض التيفيتر أو الأشياء كثيرة الآن في تركيا الناس يتكلمون عن هذه الأشياء خاصة بالنسبة للإمارات ولكن المملكة العربية السعودية مهمة جدا بالنسبة للتركيا ولكن هل برأيك سيد طومار أن تركيا لازالت بنفس حماس بالصدع الخليجي الآن خصوصا وأن الأزمة الخليجية ربما وحالة الاستقطاب التي تلتها ربما جعلت تركيا تصطف إلى حد ما مع الجانب القطري صحيح تركيا من البداية كانت مع جانب القطري وحتى الأمس بالنسبة لكلام الرئاسي بالنسبة للقطر ما زال نفس الشيء ولكن أظن تحاول أن تقنع تركيا المملكة العربية السعودية بالنسبة للموضوع القطر أو المشكلة القطر حتى تخفف المشكلة بين الدول الشقيق في الخليج لأن هذه الدول كلها خاصة الخليج العربي مهم جدا بالنسبة للتركيا وأيضا العلاقات بين تركيا الاقتصادية بين تركيا وأيضا بالنسبة للمشاكل القضية في الشرق الأوسط نحن نحتاج أن نتصالح أو نشترك في الحل هذه المشاكل سواء في سوريا سواء في الأراك وليبيا ويمن أظن كل الطريفين تحتاجان بعضهما بعض خاصة بالنسبة للخطر الإيراني في المنطقة سيد صالح من المنتظر أن يلتقي مرة أخرى هذا السؤال من المنتظر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء التركي أو رئيس الوزراء التركي أفوا رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع بن سلمان محمد بن سلمان هل ينتظر شيء من هذه الزيارة؟ لا هو يرى مشكلة الدول الخليج مع تركيا يتهمون تركيا أنها فعلا مع قطر في أزمتها وفعلا هناك علاقة متميزة بين قطر وتركيا وهما أنت تعرف لعلك الآن تابعت موضوع الإمارات مع تركيا في الفترة الأخيرة وكيف أساءوا لأجداد سيد أردوغان وكيف غيرت تركيا الشارع بشكل عام لكن دول الحصار الثلاثين تقريبا الإمارات والسعودية يتهمون تركيا بما لا يعطيهم مجال لتقبل أي موقف من تركيا لكن منذ البداية ساعة تركيا سواء كان من خلال زيارة وزير الخارجية السابقة أو من خلال زيارة وزير الرئيس أردوغان للمنطقة لتقريب وجهات النظر خصوصا بين المملكة وتركيا هناك علاقة متميزة أيضا لكن السوء النية عند هؤلاء من هذه الدول تجاه تركيا فيما يتعلق بوجود القاعدة فيما يتعلق بالدعم التركي لقطر ووقوف تركيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع تركيا أنا أعتقد أنه سيواجه بنوع من الفتور وبنوع من الرفض يعني تقريب وجهات النظر للجلوس على طاولة واحدة لحل هذه الأزمة لكن لازمنا في الخليج نعول على حكمة أمير دولة الكويت في حل هذه الأزمة لكن لن تكون في هذا العام قد تطول أكثر أنا لست متفائلا كما الأستاذ مبارك متفائل بأنه في 2018 في يناير أو في فبراير حل هذه الأزمة يا سيدي يا أستاذ مبارك ما وضع لفترة أطول من ذلك إلا إذا سحبت كأس العالم واستطاعت هذه الدول من ساحب كأس العالم من قطر ستحل الأزمة ستنتي سيد مبارك ستنتهي إذا سحب كأس العالم من قطر سيد مبارك استمعت هذا الكلام ولكن سؤال فقط سؤال فقط لو طالت الأزمة إلى ما أريد لها أن تطول ماذا يمكن أن تفرز من تداعيات خطورة إطالة هذه الأزمة ما هي برأيك أنا طبعا أولا أتمنى أن أعقب على بعض مقالة الأستاذ صالح نعم اللي أكل لك الاحترام وتقدير لدينا دقيقة واحدة أتمنى أن نبتعد قليلا عن بعض المصطلحات أن استمرار الأزمة وعدم علاجها في صورة أسرى هذا لا يبشر بالخير بالتأكيد لأنه سيقضي مجال أوسع لوضع السم في العسل كما قلت أو وضع من هناك من سيضع العصر في الدواليب أنا على يقين تام أن الكويت لن تغب مكتوفة الأيدي الكويت تحركت وستتحرك قائد الإنسانية وحكيم الأمة سيكون له دور أكبر خلال المرحلة المقبلة لأن بقاء الأزمة كما هي عليه لن تكون لصالح دول الخليج نقطة أعقب عليها وأسأل استاذ صالح هل الأزمة مرتبطة بكأس العالم أنا لا أعتقد هذا الأمر ما زلنا دول الخليج وأخوة وأشقاء وأتمنى أن نترفع عن كلمة دول الحصار أنا لست بطرف ضد طرف ولكن كلنا جميعا أخوة وأشقاء وستبقى دول الخليجي أعلامها ترفرف جميعا وتحت مظلة واحدة بحكمة قادتها إن شاء الله أشكر ضيوفي من الكويت سيد مبارك عبدالهادي الباحث السياسي ومن الدوحة سيد صالح غريب الأعلامي القطري ومن اسطنبول سيد جنغيس طمار أستاذ في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة مرمرة وشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء في بقية خبر جديد ترجمة نانسي قنقر